بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع الحلقة الرابعة في هذه السلسلة سلسلة كلمات عن الكوفيد 19 الكورونا ومواقف الناس أيضا وما تعلق به من قرارات هذه القرارات أصدرتها حكومة ولاية سيدني فيما يتعلق بوجوب البقاء في البيوت اللاك داون الآن وعدم الخروج إلا بشروط حددتها أيضا الحكومة أسأل الله جل سناؤه أن ينفع بهذه الكلمات وأسأل الله عز وجل أن يفرج كربنا ويسر أمرنا ويشرح صدورنا وأن يجعل لنا من كل ضيق مخرجة وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا أيها الإخوة احتراما لنفسي لن أناقش موضوع الكوفيد 19 للكورونا من الناحية العلمية وهل هو وباء أو ليس له حقيقة وواقع ولكن الحقيقة الآن أننا نعيش تحت تأثير هذا الوباء أو ما يعرف بالكوفيد 19 نعيش هذه التأثيرات من الناحية النفسية القانونية أيضا الناس الآن ملزمة بتنفيذ القرارات كقرار الإغلاق والجلوس في البيوت وهذا بغض النظر أكنت مقتنعا أو غير مقتنعا المهم نحن جميعا أمام هذا الواقع الناس اليوم في البيوت الأب والأم والأولاد والأهل الناس تشعر بشيء من الملل والتضجر والتأفف واعتراضات من هنا وهناك ولكن لا تتجاوز جدران البيوت النافذة الوحيدة للتعبير الفيسبوك وأخواته أيضا مصدر المعلومات الفيسبوك أو ما يعرف بالفضائيات أمام هذا الواقع أيها الإخوة أنا كمسلم كيف أتصرف وأواجه وأدافع وأقاوم كيف أستفيد من وقتي في عزلتي كيف أحصن نفسي كيف أحفظ نفسي من ردات فعل قد تكون سلبية وانهيارات نفسية وضيق صدر وقد تحصل مشاكل داخل البيت يعني ضمن العائلة مع أفراد العائلة أيها الإخوة الكرام لا بد إذن من وضع خطة عبارة عن خارطة طريق واضحة ولا بد من هذه المحطات على هذا الطريق أو في هذا الطريق ستيشنز للتزود منها من هذه المحطات ومن أهمها المحطة الإيمانية كيف أحصن نفسي إيمانيا وأحصن أهلي وأولادي المحطة الثانية المحطة الغزائية كيف أتناول طعاما صحيحا صحيا لأن هذا أيضا له علاقة بمناعة الجسد والجسم ثالثا التحصينات الجسدية من الناحية الرياضية أمارس نوعا من أنواع وأصناف الرياضة الهدف أيها الإخوة كلنا يريد الأمان ويريد السعادة وهذا لا يتحقق إلا من خلال حفظ الإيمان وحفظ الجسد فالعافية مطلب مهم وهي نعمة عظيمة يجب أن نسأل الله عز وجل هذه النعمة العظيمة العافية في كل شيء أكتفي بهذا القدر أتابع معكم ولكن أيها الإخوة في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى أنا محدثكم زهير حسن عيسى من سدن أستراليا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته